حكالنا أن البطن مفتاح السعادة وفعلاً بفيديوهاته قدر يدخل السعادة لقلوبنا ولبطولنا كمان بيان أبو الطيف أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني بالأردن شكراً لك يارا شكراً على الاستضافة واستضافة الشعب الأردن الكريم أكيد نورتنا خبرني أكثر شو سر السعادة اللي بتغمر متابعينك لما يشوفوا فيديوهاتك طبعاً يارا ما في شك أنه الأكل هو مفتاح السعادة يعني وينما كان وأنا كثير كثير منبسط بس العالم هيك تتفاعل معي وبيسألوني على المطارح ودلون على الأكل والمطاعم الطيبة كانوا في لبنان وباقي الدول العربية يعني كيف دخلت لعالم السوشال ميديا دخلت لعالم السوشال ميديا في 2019 وقت أزمة الكورونا تعرفي كان فيه لوقداون وكل العالم مسكر المطارات ووقتها كنت أنا بالبيت قلت أنا مصبخاً كنت شايف تعلمت حسابي ست سنين تقريباً كل مين بوقت ما كان عمري 14 سنة وأنا من أنا وصغير بحب صور وأعمل أكل وصور وهيك فقشت الكورونا وهيك تعرفي ما يعني لوقداون وهيك فقلت يلا كونت صفحة لإليه وبلشت اسمه كانت بلشت أنا أطبخ وصور وهيك بعد ما صار فيه فاكسينايشن واخد طعومي نزلت عبيروت كنت عم شتغل بمطعم وكنت عم زور المطاعم وشوف الطعامات والأكلات اللبنانية والتراس الأكل اللبناني على سريت فود وهيك غيرت اسم الصفحة من فوت باي بوب لباس فود صارت كل شي لو خصوا بالتراس اللبناني وبالأكل رح تصوره وبلشت فوت على عالم المطاعم وهيك ووسعت حالي لبلدان العربية جميل هاي زيارتك الأولى للأردن زيارتك الأولى كيف كانت الزيارة؟ والله كتير كتير حلوة وكتير هيك حسات حالي يعني كأني بلبنان يعني لأنه الشعب الأردني شعب مضياف شعب كريم يعني ما شاء الله عليكم والله شو المناطق اللي زرتوها هون بالأردن؟ أول شي كانت الأول محطة لألنا العقبة 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 كانت من منطقة جدا حلوة لأنه كوني أنا بحب المناطق الساحلية والشواطئ وهيك و okay it was really really good يعني عن جد من بعد هيك رحت وفاتر من بعد هيك رحنا على بترا كانت محطة تانية كتير كتير حلوة عن جد يعني قدرتوا تتمشوا المسافة كلها من البترا؟ ما ما مقدرنا لأ مش أنه ما قدرنا بس أنه بتاع في لأنه كان في شوب وحر الجو هي متعبة بس يعني المتعة ότι فعلا يعني تمشيها تmania كلها كاملة صح م Medicine وقتها رحنا كان في كتير عالم وكان في الجو حار فما قدرنا نمشي كلها نمشيها بتعرفي بده يوم كامل يمكن البترة اللي تكتشفيها اكتر واكتر ما شاء الله بس كتير حلوة وبنصح الكل والله يزورها يعني رحتوا على وادي رم ما صرت لنا الفرصة نروح بس أنا وادي رم بسمع عنا من أفضل المطارح للسونسيت وإن شاء الله يعني مرة الجاي حزورها لازم سهرة بوادي رمي يعني غير 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 كليا يعني لازم جربتوا تلفريك عجلون جربنا عجلون ومنطقة كتير رائع منطقة شابلية وخاصة بالتلفريك وهيك كتير كتير حلوة يعني هيك طبيعة جاية وكان ما شاء الله في نسبة عالم وهيك عالم تحب تروح بالتلفريك ما هي الأكلات التي جربتها بالأردن؟ صراحة أنا جاي على الأردن كمان لجرب المنصف الأردن اللي بيحكوا عنه كتير يعني واحد من التراث مثل ما بيقولوا الأردن منطقة السلط كتير كتير حلوة وما شاء الله يعني استقبلونا وجربناها وأكلنا المنصف الأردن لا مش أول مرة أنا جربتوا مرة جربتوا مرة بالكويت عند حدا مطعم أردني بالكويت وكانت كتير طيب وهالمرة جربنا بقلب الأردن شو حسيت إنه بميز الأردن عن باقي الدول اللي بميز الأردن عن باقي الدول هي التضاريس كون الأردن يعني فيها ساحل تعرف العقبة ودي رام يعني هالصراحة اللي فجأني أكتر من ما في تنوع يعني في تنوع يعني ما شاء الله يعني بس طبعا في فيه فرق بين المساحة يعني بدك 3 ساعات مسلا نعم العقبة وصاعتين في مسافة بس هلتوا على البحر الميت؟ رحنا على البحر الميت وطنت البحر الميت وقربتوها وجربت واحدة من أحلى التجارة وفصراحة يعني صفت الفرق بين البحر بالعقبة وبالبحر الميت؟ م شاء الله عن جد سبحان الله يعني حتى الجو ببحر الميت غيره والطبيعة الماء يعني بتضلها من نسبة الملوحة جداً عالية وعملنا كتير اكتيفتيز وهيك شو بتحكي للمتابعينك تنصحهم إنهم يزور الأردن بنصحهم وبشدة كمان لأنه صراحة يعني هيعجبهم يعني بيكونوا بمنطقة بصيروا بمنطقة تانية في اختلاف التنوع بالاكتيفتيز بالأكل طبعاً بالرحلات وكيف لقيت استقبال أهل الأردن؟ شو بدي قلك رائع من الكرم للضيافة لكل شيء لكل شيء وخاصة للستات الكبار يعني بيستقبلوك هيك بشغف بسلفتك مدعو من هيئته تنشيط السياحة شو بتحب توجه لهم رسالة؟ أول شي بحب وجولهم رسالة شكر وعلى جهودهم وعلى القصص اللي عبي عملوها للأردن يعني عن جد بجد صراحة ولمتابعتهم لقلنا من فروم زيرو يعني من نوقت ما كنا بمطار بيروت لوصلنا على عمان استقبال ونظام وصراحة كل شيء أحب وجه تحية لستروان بتظل معنا يعني كانت ومتابعة معنا فأي والله يعطيهم ألف عافية وأهلا وسهلا فيك وشرفنا بالأردن ومنحب أكيد نشوفك بالمريات الزاية وكل التوفيق لحضرتك شكرا 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 شكرا